السؤال لماذا لا يصلح سوى المسيح أن يكون هو الطريق للأسباب التالية أولا لا يوجد من يجبع جوع الإنسان الروحي الداخلي سوى شخص المسيح ممكن اتوضح أكتر هذه النقطة قال المسيح عبارة مشهورة جاءت في إنجيل يوحنى الصح 6 تقول أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعتش أيضا في داخل كل إنسان احتياجات روحية عميقة لا يملأها إلا المسيح عندما يقبل الإنسان بالإيمان في قلبه مثلا من ضمن الحاجات الأساسية للإنسان الحاجة إلى السلام والأمان مثلا شخص لا يشعر بأمان أو سلام لا يمكن أن ينام يظل قلقا طول الليل الإنسان يبحث عن الأمان الفلاسفة لم يقدموا الأمان أصحاب النظريات والعقائد لم يقدموا الأمان للإنسان بل قدموا أسئلة وتركوا الإنسان في فراغ أما المسيح فلقد قال سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ثم يقول بولوس الرسول تعليقا على هذا في رسالة روميا الصح 5 عدد واحد فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح من هذا نفهم أن حاجة الإنسان إلى السلام أو الأمان لا يمكن أن يلبيها ويملأها سوى المسيح هذا هو السبب الأول لا يصلح الطريق إلى السماء سوى شخص يسوع المسيح لأنه يجبع أعمق احتياجات النفس الروحي سبب آخر لأن المسيح وحده هو الذي له سلطان أن يغير حياة الناس كثيرون يعيشون في الرذيلة مثلا يعيشون مستعبدين للجنس أو يعيشون في علاقات غير شرعية خارج الزواج أو يستعبدون للمخدرات أو يعيشون عبيد للخمر والمسكر وتتحطم حياتهم وبيوتهم وصحتهم وأموالهم ويبحثون عن حل وأنا أسألك أي ديانة أي فلسفة يمكن أن تقدم للإنسان الشرير المستعبد المحطم علاج أقصى ما تسمعه هو توبيى إنسان لعل الله يقبل توباتك أين القوة لأصلح نفسي أين القوة لأغير حياتي أين القوة لأتحرر من عبودية للخطيئة أما المسيح فقد قالها بكل وضوح إنجيل يحنى الصح 8 كل من يفعل الخطيئة هو عبد للخطيئة ولكن إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا وأنظر حولنا ملايين من الناس حياتهم تغيرت من الرذيلة إلى الفضيلة من العبودية إلى الحرية من الذل إلى البنوية من فعل هذا؟ المسيح له قوة لتغيير قلب الإنسان لكن الأمر الثالث لماذا لا يصلح سوى المسيح؟ ليكون الطريق لأن الوحيد الذي أعلن أنا هو الطريق شخص المسيح بينما الأنبياء والرسل والفلاسفة قالوا للناس سنريكم الطريق تعالوا نشير لكم على الطريق أحدهم قال اعبدوا الله واتقوا الله لعلكم تقبلون عنده آخرون قالوا نحن نقدم لكم نظريات وأفكار الوحيد الذي قال أنا هو الطريق المسيح المسيح لم يقل تعالوا أعلمكم الطريق إلى الله أو أشير إلى الطريق إلى الله بل قال أنا هو الطريق لهذه الأسباب الثلاثة لا يصلح إلا الرب يسوع المسيح كالطريق الوحيد إلى السماء إلى الآب السماء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة